السلام عليكم أصدقائي محبي الأخبار والمعرفة السيدة وزيرة العدل في ألمانيا اسمها لامبغشت وهي من حزب الاسبيدي الحزب الاشتراكي الذي يكون الحكومة جابت اقتراح رائع وجميل ورائع يعني بصراحة رائع لمن يعيش في ألمانيا قالت بأن عدد كبير من الناس عندما يعملون عقد للتليفون عقد للهاتف أو يعملون مثلا عقد اشتراك في النادي نادي الرياضة وأغلب العقود عقد الانترنت إلى أخره دائما العقود تكون لمدة سنتين وقالت بأن عدد كبير من الناس خدعوا وعدد كبير من الناس نصب عليهم لذلك وزيرة العدل السيدة لمبغشت قالت ترغب الآن بتغيير القانون وترغب بجعل العقود عقود الاشتراك فقط صالحة لمدة سنة بدل سنتين كي تقضي على النصب والاحتيال لذلك الآن قدمت مشروع قانون كتبت قانون وعملت الآن مشروع قانون وهذا مشروع القانون اليوم قدمته للحكومة وقريبا إن شاء الله سوف يقدم إلى البرلمان وإذا صدر هذا القانون نتمنى أن يصدر سنة 2019 بصراحة لأنه مشروع قانون رائع خصوصا أنه يوجد عدد كبير من شركات الاتصال خدعت الناس بعقود مدة سنتين أو شركات الفيتنس الرياضة الواحد يذهب ويتسجل في فيتنس في نادي للرياضة يذهب فقط شهرين ثلاثة أربعة ويرى نفسه يا إلهي أنا العقد سنتين سوف أدفع شهرية لذلك قالت لا سوف نغير الأمر العقود في ألمانيا ترغب بأن ترجعها فقط سنة واحدة سنة واحدة وليس سنتين وهذا شيء رائع وشيء جميل وقالت أيضا إذا نسي الواحد أن يقوم بإلغاء العقد بعد سنة يتم تمديد العقد فقط لثلاثة أشهر وبذلك يستطيع الشخص أن يخرج من هذا العقد لأن حاليا كثير من الناس مصيب عليهم عملوا عقد عند شركة تليفون شركة اتصالات سنتين قالوا لهم أوكي العقد تدفعون فقط عشرين يورو شهريا وتفاجأ الناس بأنهم يجب عليهم أن يدفعوا ثلاثين أو أربعين يورو شهريا والمصيب أنهم سنتين تورطوا في العقد وعندما ينسى الشخص إلغاء العقد يتم تمديد العقد أوتوماتيكيا لمدة سنة اقتراح رائع من عند السيدة لمبغيشت وزيرة العدل في ألمانيا بأن تجعل العقود في ألمانيا بدل سنتين فقط سنة واحدة ويستطيع الشخص أن يخرج من هذا العقد إذا كان فيه نصب واحتيال بصورة سريعة هذا مشروع للقانون رائع جميل ما رأيكم في هذا الأمر؟ هنصب عليكم أنتم أيضا مرة في مثل هذا الأمر أنا حصل لي من زمان قبل 18 أو 19 سنة في ألمانيا يعني عندي 20 سنة تقريبا في ألمانيا عندما أول عقد لي في الانترنت كان في زمان هذا الانترنت الذي يعني الواحد USB يضعه في الليبتوب في الكمبيوتر ويكون عندك الانترنت قالت لي الشركة شركة الاتصال دون أن أذكر اسمها قالت لي بأن العقد عندي فيه تقريبا 30 يورو شهريا وعندي 10 جيجا بايت بعد ذلك تفاجأت بأن العقد هو تقريبا 45 يورو شهريا لمدة سنتين وأنا سنتين أدفع هذا عندما اشتكيت عليهم قالوا لي لا نحن ذكرنا لك فقط نيتو نيتو بخايز لكن يجب عليك أن تدفع الضريبة وهذا كان نصب احتيال أيضا كنت سقط فيه من زمان لذلك حاليا أركز على هذه الأمور ولذلك عملنا هذه القناة كي نتناقش هذه الأمور كي لا تقعوا في مثل هكذا فخ شكرا على المتابعة السلام عليكم إلى اللقاء